الآن إلى انطباعات وطموحات جماهير سود الرافدين حول النتائج التي رافقت رحلة منتخبنا في كاسي آسيا فيها شخصت الجماهير الرياضية العراقية ببعض علامات الاستفهام حول المستوى الفني العام وكذلك الإصابات الكثيرة للاعبي منتخبنا هذه وقفة مع جماهير الرياضة العراقية خلينا نتابع طاقة اللي صارت عندنا بالمنتخب كانت من الهجوم يعني عندنا ضعف هجومي بمهند يعني جدت فرصتين ما استغلها طبعا هو مهاجم جيد مستوازيا بس عندنا فرص ما استغلها مثلا الوسط أمير رادلة يعني اللاعبين خصوصا بالشوط الثاني هم قدموا أداء جيد كلش تقريبا من الدقائق الأخيرة صار ضغط إنه كلش قوي بس ما استغلوا الفرص واللحظ إلى دور طبعا والمدرب يعني تقريبا لحظ هم ما أجوا يا عدل أول شيء هو المنتخب خاش لعبه بس الأخطاء كانت أخطاء مدرب الهجوم كان يعني واحد مو كافي ميمي ما يقدر واحدة يعني يسوي شيء مدرب لعبة حلو يعني غير لعب المنتخب إلى لعب أوروبي لأن إحنا كان لعب منتخبني قبل كليتهم يوقفون بالدفاع ما عدنا يعني إنه يتقدمون وعدنا وسط عدد كبير إنه كليتهم دفاع راجعين وبس شو طوبة بعد أهم شي عدة ينتهي تعادل وإذا صدفت فإنه يقول وهذا يعني بالصدف كانت تصير عدنا بس هذا اللعب لا حلو كان إنه مخلي ثقة عد اللاعبين والباصات كانت موجودة وكلش حلو اللعب كانت بس الغلط مااته هجوم واحد ترجمة نانسي قنقر